سنة 1997 أعلن نظام المخلوح حسني مبارك عن المشروع العملاق مشروع تشكة قالك وقتها مفيد تشكة ووادي تشكة الوادي الجديد اللي هو كان بيحاول يعمل زي ما عمل جمال عبد الناصر وعمل الوادي الجديد المبارك أيضا فكر في سنة 1997 أنه يعمل استصلاح أراضي في منطقة تشكة وقالك هيتم استصلاح حوالي 540 ألف فدان وفي الحقيقة عشان بس محدش يضحك على حضرتك أن المشروع فكرة وتخطيط وتنفيذ وحلم السيد كمال الجنزوري رئيس مجلس الأزراء وقتها ويمكن ده اللي عرفناه بعد رحيل حسني مبارك وقتها وكعادة الرؤساء في بلدنا لما يروحوا يفتتحوا مشروع أو يعملوا أي حاجة بيصطحب معاه السادة الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات محمد صبحي بقى وما يعني على شاكلة محمد صبحي كانوا موجودين في افتتاح هذا المشروع اللي وصف وقتها بالمشروع العملاق والله هيحقق الأمن الغذائي لمصر هيبقى عندنا فائد للسوق المحلي والتصدير مش هنحتاج نستورد قمح من برة هنرجع نحتل المكانة والمركز الأول في زراعة القطن هيبقى عندنا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية تكافي السوق المحلي وتغطي وتجيب عملة صعبة ده الكلام اللي كان بيتقال في الإعلام وقتها اعتقد لو فيكو حد كان في الوقت ده متابع للأخبار كان هيسمع نفس الكلام اللي بيتقال النهاردة مثلا عن بعض المشروعات اللي بيعملها عبد الفتاح السيسي نفس الكلام كوبي بيست في وقتها ونفس الوجوه اللي كانت موجودة في افتتاح مشروع تشكة شفناش بقى حد من الخبرة ولا السادة المستشارين ولا الخبرة في الجيولوجيا او الخبرة في الزراعة او الخبرة في الطربة والمية لكن اللي كان حاضر وقتها الفنانين والممثلين اللي طبلوا وبركوا هذا الانجاز العظيم سنة اتنين تلاتة اربعة ورحل حسني مبارك في يناير 2011 ونسبة الانجاز في مشروع تشكة لم تتجاوز اربعة وخمسة من عشرة في المية من اجمال المساحة اللي تم الاعلان عنها في سبعة وتسعين ده لان حسني مبارك على مدار الفترة اللي قاعتها من سبعة وتسعين لالفين وحداشر ما سمعش الحد الناس فضلت تتكلم عن عدم جدوى هذا المشروع وان المشروع ده خسيره اكتر من مكاسبه وان منطقة تشكة هي المنطقة الاكتر جفافا في جمهورية مصر العربية وان نقل مية النيل الى تشكة هيأثر على الدلتا باب اولى انك بدل ما تعمر في تشكة اما انك تنمي الدلتا او تعمر في الاماكن القريبة من الدلتا قالك كمان ان طبيعة التربة اللي موجودة في تشكة ووجود كتل من الجرانيت قد تعرقل عملية الزراعة والتنمية في هذه المنطقة لكن محدش سمع او وقتها ما كانش حد يقدر يتكلم قدام نظام مبارك اللي كان بيعتبر نفسه الحاكم بامر من هذه الحاجات اللي تقالت تحديدا في 2006 ما قالوا الدكتور رشدي سعيد شيخ الجيولوجيين وقتها كان برا مصر بطبيعة الحال كان بيقيم في الولايات المتحدة الامريكية وقال ان مشروع تشكة فاشل وضيع على الدولة عشرة مليار جنيه وانه عرضه منذ البداية وسلم ورقة متكاملة بموقفه بموقفه وقتها للسادة في الحكومة سيد احمد ماهر لكن محدش سمع الكلام وتقال له كده ان ده حلم كمال الجنزوري وحسني مبارك عايز يعمله عشان يبقى راسه براس جمال عبد الناصر ونقوله في يوم من الايام صاحب الانجاز صاحب ضربة الجوية الاولى وصاحب الوادي الجديد التاني اللي هو حسني مبارك او وادي تشكة او منطقة تشكة قم رحل مبارك وبدأ الكلام يكتر عن فشل هذا المشروع انا كنت شاهد في هذه الفترة كان ليه احد المدرسين كان بيدرسلي في عدادي كان مدرس اول دراسات اجتماعية كان راجل يعني ربنا موسع عليه وشغال في التجارة فلما فتح حسني مبارك موضوع تسليم الاراضي للخرجين وقتها فرح اخذ خمس فددين في منطقة تشكة بعدها الحكومة سومته اما انه يسيب الارض او يقدم استقالته من التدريس بعد سنة اقدم استقالته من التدريس سنة اثنين تلاتة الارض بازت وبارت وباع الارض بطراب الفلوس وبعد كده قعد لا طال الوظيفة الحكومية ولا حتى طال الارض اللي توعد بيها في منطقة تشكة كلام كتير وقتها ويمكن الوطن كشفت بالمستندات الكلام ده كان في 2014 الاسباب الحقيقية لفشل توشكة قالك ان اكتر هذه الاسباب هو طبيعة الارض وعدم اهتمام استاد المسؤولين وعدم موجود خطة لتنمية هذه المنطقة فضلا عن طبيعة التربة ويمكن الكلام ده كله تقال على ايدين الخبراء والعلماء في هذا الوقت شركة توشكة سنة سبعة وتسعين او تمانية وتسعين تم اسندها لاربع شركات منهم اتنين شركات مصرية فيهم واحدة حكومية واحدة خاصة واتنين من الشركات ينتاموا للمملكة العربية السعودية منهم الشركة المملوكة للوليد ابن طلال او الامير الوليد ابن طلال واللي كانت لها النصيب الاعظم في استثمار منطقة توشكة ما يزيد عن ميت الف فدان اشتراهم الوليد ابن طلال من اجل عملية الاستثمار لكن في 2017 وبعد مرور اكتر من يعني تقول كده حوالي عشرين سنة من عدم التنمية في هذه المنطقة قرر الوليد ابن طلال انه يبيع الارض اللي اشتراها من البلد للجيش المصري بخسائر وقتها قدرتها صحيفة سعودية ونقلتها سي ان ان بالعربي حوالي تسعة وتمانين مليون دولار تسعة وتمانين مليون دولار قسرهم الوليد ابن طلال طلال وخاد الارض بتاع التوشكة حطها في حجر الجيش ده في 2017 قم بقى بعد هذه الاعوام من الفشل في 2021 يظهر لنا عبدالفتاح السيسي على انه المنقذ اللي هيعيد اكتشاف هذا المشروع ويطلق ما يسمى بتوشكة الخير توشكة الخير السيسي يفتتح اكبر مشروع استصلاح زراعي في الشرق الاوسط ايه بقى حوار توشكة الخير وموضوع توشكة الخير وتصوير الاعلام المصري لعبدالفتاح السيسي على انه المنقذ وانه هو اللي حول هذا المشروع من فشل على مدار اكتر من 22 سنة لمشروع حينقل البلد نقلة تانية وقالك السيسي امهى 20 عام من الفشل في مشروع توشكة مش بس كده ده المشروع ده هيبقى مستعبل مصر الزراعي خلال الفترة القادمة ودي بعض المشاهد اللي وقت زيارة عبدالفتاح السيسي في 2021 بدأوا انقلولنا هذه المساحات الخضرة من وسط الصحرة ومية موجودة في توشكة حتى لما تبص على ايوة قبل كده المهر او المكان اللي ماشي فيه المية وقتها الناس كانت بالتارية وتقول ده لسه محفور النهاردة الصبح ايوة ده لسه قبلها كان محفور قبلها بكم ساعة حطوا فيه مية وصوروه وشوية مساحات خضرة البعض وقتها قال دي ممكن تكون نجيلة صناعية لكن مشروع توشكة يرسم مستعبل مصر الزراعي التوجيهات بزيادة الرقعة الزراعية نقلة مهمة لتحقيق الاكتفاء الزاتي والبرلمان قال ده بيستهدف تحقيق الامن الغذائي وزيادة الصادرات ده الكلام اللطيف اللي تقال بعد شعور البلد بازمة في نقص المنتجات الغذائية نحنا عندنا كارثة محتاجين نتوسع دي مصيبة جايلنا في السكة اسمها سد النهضة عندنا قلة الواردات بسبب الحرب على اوكرانيا عندنا عجز في السوق وعجز في المواد الغذائية بسبب زيادة عدد السكان عندنا مشكلة في التدخم مش قادرين نجيب بضايع من بره فلازم نبحث عن منتج محلي او بديل محلي فقالك تعالى نجرب حظنا في تشكة رغم كل اللي اتقال عن فشل هذا المشروع وكل اللي اتقال عن خطورة هذا المشروع ويمكن اللي قاله الدكتور محمد حافظ الاكاديم المصري بالجامعات الماليزية واللي قال ان كارثة تدفقات مياه او فيضان النيل في تشكة اهضرت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا اكتر من تسعين في المية من المي ده بسبب زيادة البخر وان ما فيه تشكة نفسه نسبة التبخير فيه بتصل الى تسعين في المية بسبب طبيعة هذه الارض نضيف عليهم بقى ان اعلان عبدالفتاح السيسي اللجوء لمشروع تشكة من جديد وتغيير اسمه من مشروع تشكة لتشكة الخير اعتبروا بعض بمثابة اعلان الحكومة فشل مشروع المليون ونص فدان ايه مشروع المليون ونص فدان ده السيسي اعلن قبل كده انه هيستصلح مليون ونص فدان في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب البلاد وقال لك دي هتبقى ركيزة اساسية للامن الاقتصادي المصري سنة اتنين تلاتة الكل ساكت وما شفناش نتيجة لموضوع الفرافرة والكل بدأ يتجه لمشروع تشكة من جديد الغريب بقى اما دورنا عن علاقة عبدالفتاح السيسي والنظام الحالي بمشروع تشكة اكتشفنا ان السيسي بيفتتع مشروع تشكة داتع تقريبا حوالي كل سنة البداية كانت في 2014 لما اعلن عبدالفتاح السيسي انطلاق او خروج المياه من اول بير للمياه الجوفية في منطقة تشكة وبعد كده في 2015 اعلن عبدالفتاح السيسي احياء مشروع مبارك في 2021 او في 2019 عبدالفتاح السيسي اعلن مشروع المليون وخمسمائة الف فدان زائد مشروع تشكة في 2021 الكلام ده كان في 2019 في 2021 عبدالفتاح السيسي اعلن تحويل اسم مشروع تشكة لمشروع تشكة الخير يبقى الاف الافدنة المزعومة السيسي كل ما بيزهق بيروح يفتح مشروع تشكة وحتى اللحظة ما شفناش من هذا المشروع لا بيد ولا سوء كل الكلام اللي شفتوه وامن غزائي ومستقبل البلد وهنحقق اللي محدش حققوا دي نسب الاراضي المزروعة من اجمالي الخمسمائة واربعين الف فدان اللي تم الاعلن عنهم في عهد حسني مبارك وجي عبدالفتاح السيسي خلاهم خمسمائة الف فدان لكن نسبة الاستزراع حتى هذه اللحظة لا تتجاوز لا تتجاوز النسبة العشرة في المية تقريبا لما يبقى عندنا خمسمائة الف فدان خمسمائة الف فدان نصف مليون فدان ونسبة المستصلح حتى هذه اللحظة اربعة ونص مش عشر في المية حتى ده حسب كلام السادة الخبرى قم بقى اليومين اللي فاتوا وبعد ازمة الدولار ومحتاجين عملة خضرة وبعد ما طفشنا الوليد ابن طلال والشركة السعودية التانية وبعد الناس مراحت اتنزلت عن وظيفها وحطت دم قلبها في عملية اصلاح اراضي تشكة والناس اتنقلت الارض الصحراء اللي ما فيهاش عمال وما فيهاش صريخي بن يومين سيادة وزير قطاع الاعمال الجديد الدكتور محمود عسمت انا عايزك تركز اليومين الجايين دول مع محمود عسمت دكتور محمود عسمت او المهندس محمود عسمت الرئيس السابق لشركة الازاز والرجل الاقتصادي المخضرب واللي كان في فترة من حياته اشتغل كمتمن وخبير اقتصادي ودي لها ما لها حمود عسمت النهاردة الحتة اللي بيسافر فيها بيروح يبصلها بعين المتمن الاقتصادي عشان يبدأ يبيعها شفنا ده لما لما حصل خلال الكام يوم اللي فاته في آآ شركة كيمة اللي احنا كنا بنسميها عملاق الجنوب شركة كيمة للأسمدة سافر الدكتور وزير قطاع الاعمال لشركة كيمة بعدها بيومين تلاتة سمعنا كلام عن عرض الشركة لمستثمر اجنابي رغم ان الشركة دي تمثل امن اقتصادي غزائي بسبب الأسمدة اللي بتخش في الزراعة يومين اللي فاته بدأ يتم تداول اخبار ان السيد وزير قطاع الاعمال العام يبدأ زيارة لشركة جنوب الوادي بتوشكة البداية كانت زيارة المهندس محمود عصمت لمنطقة توشكة وشركة جنوب الوادي اللي موجودة في توشكة بعد ساعات فقط من الزيارة بدأنا نسمع هذا الكلام عن لسان الدكتور عصمت وقال لك وزارة قطاع الاعمال تخطط لطرح مشروع استصلاح الاراضي الزراعية بتوشكة على مستثمر استراتيجي يمكن داي خلينا نسأل انت المهاردة لسه بتفكر تطرح هذا المشروع على مستثمر استراتيجي ما للمشروع اللي افتتحه عبدالفتاح السيسي في الفين واحد وعشرين وقال وهيبقى امن غزائي والبلد تعيد انجاح ما افشله مبارك ونص مليون فدان حطوهم على المليون وخمسمية فدان اللي موجودين في الفرفرة هيبقى عندنا اتنين مليون فدان كلام ده كله راح فين وهل في نظام عاقل في الدنيا يضحي بالامن الغزائي ومستقبل الامن الغزائي في البلد ويعرضه النهاردة على مستثمر او مستثمر استراتيجي بالنص كده قال الدكتور انه هو ان احنا محتاجين احد المستثمرين ربما يكون مستثمر خليجي خلال الفترة القادمة بامتيازات غير الامتيازات اللي قدمت لوليد ابن طلال وغيره حتى يستطيع اعادة هذا المشروع الكل يعترف بفشله وعدم جدوى هل تبيع الحكومة او يبيع نظام عبدالفتاح السيسي تشكى بعد عشرين سنة من الفشل في عهد مبارك وبعد خسائر تقدر بعشرة مليار جنيه مصري ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمة معراح انTube